قالت مصادر عسكرية ان تسعة من عناصر الميليشيات لقوا مصرعهم بغارة جوية لمقاتلات التحالف العربي في مدرية عبس شمال حجة اكدت المصادر ان مقاتلات التحالف العربي نفذت غارتين جويتين استهدفت مدفعا تابعا للميليشيات شمال منطقة بني حسن التابعة لمدرية عبس كان بجواره تسعة عناصر حوثية ما ادى الى مقتلهم جميعا اضافت المصادر ان الغارة الاخرى استهدفت مبنى كانت تستخدمه الميليشيات للتموين العسكري في ذات المديرية